الكل يتحدث عن إيجابية وتفاؤل بحلحلة سيشهدها ملف التأليف في المدى القريب لكن المفارقة أن الكل يؤكد أيضاً أن لا تقدم نوعياً حصل في الساعات الماضية وأن التواصل جيد لكن من دون خرق جدي الأكيد أن الاتجاه الذي ستسلكه الأمور ينتظر أن يتوضح في كلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله طرفاء العقدة الحكومية المتبقية والمتمثلة بحقيبة تيار المردة يعاولان كل من ناحيته على دور حزب الله والمفارقة أن كل واحد منهما مقتنع بأن الحزب سيتدخل لصالحه فالتيار الوطني الحر متأكد بأن الحزب سيقنع نائب إسليمان فرنجي بالحقيبة التي يرى رئيس الجمهورية أنها محقة للمردة غير التربية في وقت يتحدث فرنجي أن الحزب سيقنع الرئيس عون والتيار الوطني الحر بإسناد حقيبة أساسية للمردة وقد علمت الامتفي أن فرنجي أبلغ الرئيس الحريري أن خطاب نصر الله الجمعة سيكون تضامنيا معه وأنه سيسعى لتأمين حقيبة وازن له واللافت أن فرنجي أشار للمرة الأولى في لقائه مع الحريري إلى حقيبة الصحة كحقيبة أساسية يقبل بها إضافة إلى التربية أو الطاقة وهو أبلغ الرئيس المكلف أن الأشغال لن يتخلى عنها الرئيس بري أوصات بيت الوسط تعتبر أن المشكلة ليست عند الرئيس الحريري الذي يصر على تمثيل فرنجي في الحكومة ويرفض تحجيمه الكرة في ملعب حليف المتخصمين التيار الحر والمردة فأي عين سيختار السيد بعدما لم ينجح حتى الآن بجمعهما معا ترجمة نانسي قنقر